احبائي الكتاب القدس بيتكلم عن مثل غني اخصبت كورته ففكر في نفسه قائلا ماذا اعمل اهدم مخازني وابني اعظم واقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة كلي افرح ابتدى يناجي نفسه يتمتع بالحياة لكنه لم يدرك صوت القضاء عندما سمع قائلا يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك وهذه التي اعدتها لمن تكون فاذا فسلك بالتطقيق لا كجهلاء بل كحكماء هذا الغني الغبي اهتم في في نفسه في جسده لم يهتم بنفسه اهتم بحياته مهتمش في مماته اهتم في حياته مهتمش في ابديته كيفة واين سيقضي الابدية تعرفوا كتير ناس الزمن عداد الزمن عم بيعبر عم يمشي يوم بعد يوم بعد يوم غير مدرك عم بتأجل في الزمن فهل انت مستعد للقاء الهك وهذا السؤال مهم جدا انك تجاوب عليه اسمع ما يقول اه الرسول الى طيتوس اصحاح اتنين لانه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لاجلنا لكي يفدينا من كل اثم ويطهر نفسه شعبا خاصا غيورا في اعمال حسنة في اعمال 17 اي 30 و 31 فالله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل لانه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع ايمانا اذ اقامه من الاموات وكما وضع للناس ان يموت مرة ثم بعد ذلك الدينونة طبعا رسول عالج هذا الموضوع قال واما الازمنة والاوقات فلا حاجة لكم ايها الاخوة ان اكتب اليكم عنها لانكم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء فاذا لا تؤجل